نهاردة تفرج عالصورة دي انا هسكت هات الصورة دي للناس كلها فول سكرين شاشة كاملة محمد صلاح عمر السلية اعتقد ضحجازي بعملوا في جردل اللي بتعمل فيه صابون السائل اه ايه رأيكو عشان الراجل بتاع جنبية بيقولك انا ما اعتقدش الراجل بتاع جنبية بتاع منتخب جنبية قالك انا ما اعتقدش انا ما اعتقدش انه ساديو مانيه بيخسل التشيرت بتاعه ويعلقه على شجر لحد ما ينشف لانه الراجل بيشتكي بيقولك نحن انه عامل معاملة سيئة في الكاميرون وفي تنظيم البطولة طيب ايه رأيك بقى افضل لاعب في العالم افضل لاعب في العالم حطل له جردل من بتاع المخلل نعمل له فيه ريكافري اه ايه رأيك على التجهيزات والمعدات والبتاع والحاجات والحركات والإمكانيات فالصعوبات اللي انت بتواجهها في البطولة دي تديلك دوافع بس لازم يبقى عندك اعلامي يتكلم ويضغط لك في الحق ولازم يبقى عندك مسئول عنده الحمية وعنده حرقة الدم وحرقة الأعصاب انه يقولك خد بالك احنا عارفين كل الجيم فاحنا شايفين بدري شوية نهاردة عجب دي الصراحة جهاز الإداري والجهاز الطبي عملوا حركة زكية جدا راح عاملين هم مسحات اكتعالي باش انا هنعمل مسحات لكل التين ليه عشان زي ما سمعتم من زميلنا حسن غنيمة عشان لما تيجي انت بقى تعملي مسحة تانية بعدها ما تقوليش بص الحمدة وقع منك قصة انت عندك 18 لعبين مصابين بكرونا مش هينفع بقى لان انا عملت وتأكدت وانا راجل بطبيعة الحال بحب بقرة مشاهد يعني المشاهد بتقولك انه منتخب الكاميرون كل الفرق اللي قبلته لازم بقى فيها كروب تقولي بقى لجنة مستقلة لجنة بقى انا ما الكلام ده اسمعه روحا بقى اسمعه بس لازم اللي اسمعه اشوف طبيقه العمل فالطبيق العمل يقولك ايه لا في شغل قوانطة بيحصل فأتمنى ان احنا نبقى واخدين بالنا زي ما انا ما شفت كده ان احنا واخدين بالنا في الحتة دي نبقى واخدين بالنا في حاجات تانية كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة